يا اخويا ضميري ده تتديله بالجذب؟ حاولت حاولت يا اما ده معه اتباع مكان برضو مرات الخيال ده انا من ساعة ما شفتك وانا مش طيقة لمسته على اللحم السرير سكاكين سكاكين بتقطع في جدتي القوضة بقت سجني يا سيخانيس احنا بقى عايزين نعمل ايه؟ عايزين نخلص من الليلة دي نضيف نضيف تخلعي منه نضيف نضيف ونوصر الود اللي بيني وبينك نضيف نضيف عشان انا راجل احب الشغل يبقى نضيف نضيف احب الشغل يبقى ايه؟ نضيف نضيف ويتوب علينا ربنا سهلة انت تطلقني منه وتتجوزني انت وانا عيش خدمة تحت ريليك هيحصل هيحصل بس انا اصلي لسه خارج وبلطش في الدنيا وليه يا اعداء ايامها وقارفين لي زي اللقمة في الظهور اولهم الوقت براق ابن النوح ولازم نخلص منهم عشان نبتدي نوصل ودينا نضيف نضيف صح خلص ما توزد عليهم راجل من رجالتك يخلص عليهم و vigorين انت امكتر الرجالة اللي تح وثت خدمك cak люб aí عممممممممم بس ده غشم ده غشم وأنا مليش بالغشم أنا عندي ترتيب تاني وممكن أنت تساعديني فيه وانا ملكك ومنقليك هيحصل هيحصل هوا أنت على طول مستعقلة كده بالهداوة بالهداوة عشان ناخد درنا خلاص أقمرني وأنا نفس انا عايز مطرة راتل وقت برابة تبقى في عبك وانا مد ايدي وهلقفها ويتوب علينا ربنا ايوة بس انا حجبلك مطرة دي منين اه صحيح تجيب يا هنين يا شوق تجيب يا هنين يا شوق تجيب يا هنين يا شوق حانتومة تحانتومة كنت تحانتومك وانت السادقة يتوب علينا ربنا يا استاذ استنى يا استاذ استنى رأيكسي ايه دا ايه دا ايه دا اتخذتك ازاي وإن فيتك دا والله يا استاذ غصبة عني دا قالي انه جاي معاك مزقينة وراح تاكل عليك هنقعد نير جتون اللي يا متر وانا أخش في المفيد وانا اخلص روح انت بدلوقتي يا نوفي حاضر وإفل ببراك حاضر يا استاذ نعم عايز ايه مش انا اللي عايزي المعلم هو اللي عايزي معلم مين مش عارف المعلمين يا متر ومعلمك عايزني فيه لما تروح له تعرف اروح له فيه تركتي في المفتاح وعبال ما جيلك يلا ثلاثة شفاعة على فين يا ست الكل انت مالك انت على فين انت بترعبني ولا ايه ولا براق بك ولا بتدخل في اللي ماليش فيه انا كنت بقضي مفتاح للمعلم فشفتك قلت اتطمي ممكن عايزة حاجة كده ولا كده لا مش عاوز حاجة انا كنت بازور واحدة معرفة وخلاص ماشي تريحة ولا راجعة سبتموتها تخليك في حالك حلوة حسابي ابني مش دل انا كنت منتزره منك يا خميس اللي عايز ينجح ما يبصش لورا ولا يدور في دفاتره القديمة انا زيحت النوح من قدامك في السوق اكبرتك عليه اتماعش بقى فاكتر من كده ده مش طمع يا باشر والله ما طمع ده استرداد حق هبقى كبير ازاي وانا مش حالف ارد حقي شوف يا خميس اللي عايز يكبر مش لازم يستهوم باي حد قدامه لازم يسقوته كويس عشان يعرف اتعامل معاه وخلي بالك ان النوح ابن كار فاهم الشغلة كويس وانفطب ولاده وعنده عزوة وعنده رجالة يعني مش سهل طب يا باشر هو مش فيه لمواغز يعني خرفان بتتريمي للحكومة بس النوح مش واحد منهم ما انا مكنتش واحد منهم وعملها معايا مواخاك جا ذاته وانت شفت انا عملت فيه ايه باشر انا مش عايز حد يزحيمني في السوق مين ده اللي قدر يزحمك في السوق وانت هتبقى جوز بنتي يتبقى علينا ربنا ما تسمعلوش المرات يا خميس العمروتي عايز يكسب الكل ويأمن نفسه سواعي اسمعلو وسواعي ما تسمعلوش حيارتين يا حاجة لا حيارتك ولا حاجة يا ابن باطن الصح انك تسمع للك كل وتاخد اللي يفيدك العمروتي عايز يجوزك بنته قلنا وماله الف مبروك لكن يحطلك النوح قتب ورا ضهرك ده اللي ما يلزمناش وكمان عايز اقولك حاجة السوق زي المخدة ما يستحملش اتنين حلوية السوق زي المخدة ايه البوق ده؟ حلويتك يا حاجة إياك تكون فهمتيني وقاريت اللي في دماغي قاريت 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 بقى العمروتي الباشا عايز يرميني في السوق ويكبرني بس في ذات نفس تلك الوقت يحطيلي النوح عالخط كده يسخن بعبع يخوفني بيه على ساس لو انا قلت معاه وما سمحتش كلامه يقوله يسخن فتلمى أنا بقى واسك وتقال يبقى لازم تخلص من النوح يا خميس موسيقى طلب البضاعة يا كبير موسيقى 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 منا جايلك هوب بازاج راحة راحة يا ميتر دي مجرد إجراءات أمنية موسيقى موسيقى ما قولنا اهدع لنفسك شوية للت قلبك عير انتو عايزين مني يا معلمين كل خير مش مهي شوف يا متر انت لو نظفت هدانك وسلكت موخك اخرت هتبقى خير ان شاء الله بس انتو متقضعش مادران انت راجل عملي وده اللي بيعجبني فيك عشان كده انا هخشي في المطلوب دغري انت تنزامني يا مادران اش معنى وانت هتستلوح من اولها ولا ايه ما كلام المعلم واضح زي الشمس ما انا بحاول افهم الشمس دي بتطلع من اين يا معلم ارأة ما انت لو كنت صنفرت دماغك كنت فهبت شمس بلغك تطلع من اين انت هتاخد قد ما بتاخد عند افندينا ثلاث اربع مرات ومن غير ما نعرف هو كان بيديه لك يعني انت اللي هتحدد وانت اللي هتورزق شوفت بقى متر احنا عايزين نعمل معاك الصح ازاي علامة مميزة المعلم النوح وغلده هو عتفتكر ان انا زعلان منك عشان طلعت افندينا من قضية قتل ابن الشهيد بالعكس انت هتديتني فرصة ااخد طاره بايدي مش بايدي الحكومة انت عايز يميني بالظبط يا معدل رقبت افندينا انت الحيطاء قبل حبل المشنقة المفروض بقى كامل جميلك تسلم هاني مش هو ده برضو العدل يا متر انا مش قادر افهم انت ازاي ما امن ده راجل زي ده ده كلب افندينا يا حج وعمره ما هيبيعه لازم يبيعه لازم احنا في خطر يا براقه ولو اللي في دماغي ما اصابتش كل حاجة حتضيع مننا نفس افهم انت القلم الايه بالظبط يا معلم ما ترسيني معاك على الحوار والدخلني معاك في الصورة احس ان الباشر حيسلمنا الخميس زي الخدفان وانا مش ناوي ابدا اناول هالو عشان كده لازم نحصل نفسنا اوي 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 طب ما انا قلتلك الكلام ده من بقدر يا حاج انت اللي بسمعتش كلامي انت عملت ايه في حوار بنته بنته ما انا سبتها زي ما انت قلتلي لا معلش رجع لها تاني واستمر بصراحة انا بيتش فهمك يا حاج شوية تقول لي سيبها وشوية تقول لي رجع لها هي ايه اللي حكاها بالظبط يا دي افهم بقى بنته لي هي الشوكا اللي حنحطها بزورو لو بعنا لازم ترجع لها تاني ماستحت عيني يعني ايه ارجع عدوس بنزيم من تاني اه بس دي ما تنسكش اللعبة تانية لعبة ايه رمانة 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 آل مانة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة